عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه السلام عنده فرد قصة نوعا ما معروفة عيسى كان يطلع ويا تلاميذ يسيح في الصحراء يبين لهم يرشدهم يوعظهم يشوف اشياء يعلمهم يمر على فرد خنزير نتن ميت ريحة جايفة تطلع من عنده جسمه السوء تصير بفعل حرارة الشمس كل واحد من الحواريين يقول فرد كلمة اوف 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 اشلون ريحة اوف 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 اشلون منظر بشع اوف اوف شوف من تفخ فنظر ايسى قال ما اشد بياض اسنانه ليش الجوانب السلبية فقط شفتوها شوف اسنانه شكت حلوة وبيضة ده يعلمهم من جملة وصل الى مكان كنز كان كنز الان شنو شكل الكنز شلون ما ادري الحواريين قالوا يا عيسى ابن مريم تسمح لنا احنا نجمع هذا الكنز قال اتفضل نعمل عونه على الدين الغنى الانسان بالنتيجة لازم يعيش يحصل له مبالغ من المال يأكل يشرب ينام قال لكن انا عندي فرد كنز في داخل هالمدينة اروح اجيب الكنز واجيب في امان الله راح عنهم الى داخل المدينة فنادق ما اكو ذاك الوقت مسافر خانة ما اكو فيرحون عادة الغرباء يدقون فرد باب تريدون ضيف الليلة وكانت العادة هم موجودة يستضيفون فطرق الباب على امرأة هاي المرأة فتحت للباب يا امت الله تسمحي لي ادخل تفضل جابت في غرفة وقعت في الغرفة يا امت الله منو عندي قالت عندي ابن حطاب شغلة بالصحراء يروح من الصبح للليل يجمع على حطاب يخلي على ظهر يجي المدينة يبيع هذا الحطاب ناكل من هذا حطاب بقدار اللي نحصل من عند اين ابنكي الصحراء اجي بالليل الولد امه قالت لها عندنا ضيف روح سلم علي اجي سلام عليكم عليكم السلام اتفضل اتفضل قعد يم ايسا التفت الى شلون اوضاعك قال والله حطاب بعد تعرف هنا فتحاشي ابي اكو بعض الناس قبل ما يتكلم او يشتكي يقول الحمد لله انا شايفي بعض الدول يوم اللي تسأل اوضاعك شلون اذا زيان يقول الحمد لله اذا مو زيان يقول خليها مستورة الحمد لله اكو بعض الناس دائما يشتكي اصلا كأنه متربي على الشكاية والله اوضاع متمام والله الجانب المالي ما ندري شون نعيش الاولى شغلنا متمام قال الحمد لله بس شغلة تحطا عيسى شو يتكلم وياه شاف عنده فرد حزن طبعا يدري شاف عنده حزن قال شبيك انت يبين ما مرتاح قال ايه في الموضوع قال شنو قل لي قال ما في داعي اقول لك قال ليش قال ما تقدر تسوي لي شي فيها عندي فرد حاجة مستعصية علي ولا تستطيع ان تحلها لي شون اقول لك وليش اقول لك قال لي قول احلها رجعي ما امه قال اذا شي يقول يقول اقضي حاشتك قالت لي اراه صالح رجل صالح ما يدعي شي ما يقدر يسوي ما دام دا يقول لك اقضيها لك روح خبره قال ماما هذا الرجال اللي بيت ما عنده جاي هنا نعدنا صاير ريف شون اقدر يحل مشكلتي قالت لي روح كل مو خسران ايجا سلام عليكم من جديد قعد قال انا حطاب في الصحراء ما عندي الا هاي الام وانا لا عشيرة لا قبيلة لا مال لا سلطة لا جمال ولا هم يحزنون هذا اللي تشوفه فديوم الملك جاي ويا بنتي يصيدون في الصحراء شفت البنية وعشقتها اريد بنت الملك حسنا بالله قالوا بنتا قالوا بعدين قال شوف شون يطلب من عندك روح شوف شون يطلب من عندك قال ادري الملك والوصول الى قال لا لا تخاف الملك الان طريقة مفتوحة سابقا كان عندهم الملوك والامراء الان الارض متشيلهم كانوا يخلون ساعات معينة في النهار او يوم في الاسبوع اي انسان كان يدخل عليه ويقول له حاجته ويتكلموا اياه ويطلع قال له معلك روح الان مفتوح الطريق الى هذا همط راح عند الملك سلام عليكم عليكم السلام قال لي شا تريد قال جاي اخطب بتك بتي قال ايه قال انت منه قال انا فلان شغلك حطاب عشيرتك ما عندي عشيرة الملك شاف شنو هذا الحطاب جاي يخطب بتك بس ما يريد اكسر خاطر اول الصبح قال لي بابا تدري ان ماهر بتبت الملك غالي مش شي بسيط مش شي بسيط قال يعني شنو قال يعني مثلا لازم تجيب لك كيلو ذهر كيلو الماس مقدار من العقيق مقدار من الفيروزاج قام يعدد لهم من هالاشياء هاي الاشياء لازم عندك حتى تخطب بت الملك حطاب جاي يخطب بت الملك ما عنده مهر ما يصير رجعت صاح قال تعال هذا خلالي شروط تعجزية يشوف هذا المهر اللي يريده النبي عيسى صلى الله عليه وعلى أهل بيته وعلى أمه وعلى أهل بيته نبينا قال لي افرش ثوبك شال من تراب الأرض خلاب ثوبك صار اللي يريد الملك كيلو وين ذهب كيلو ألماس عقيق فيروزاج قال لي شيو لودي عنده قل له هذا المهر جائب شال يركز راح خلاه قدام الملك ذهب ألماس وبالمقدار اللي قاله الملك فكر لا يكون هذا محصل له فرد كامس قال شا سوي بي اروع اخطبت الملك بي قال لي لا أريد بعد فلان شي وبعد فلان شي وبعد فلان شي حتى يصر مهر البنية قال ما يخاف رجع على الأرس قال بعد طلب قال ما يخاف افرش ثوبك فرش ثوبك خلاه لصار نفس اللي يريد رجع عليه قال لي تعال انت من وين جيب الأشياء قال الحقيقة بارح بالليل نزل عندنا ضيف وهذا الضيف قال لي أنت عندك حاجة ما عندك وانا بصراحة اقول لك انا الحطاب اللي في اليوم بالصحراء شفتني جاي انت الصيد وبتك وانا شفت بتك وعشقتها فقلت لها انا عشق بنت الملك قال روح اخطبه فانا اجيت الشكل قال روح جيب هذا الرجال جيب جابه اجي السيد المسيح ونزل عليه قال هذا جاي يخطب بتي قال ايه اخطبت انا اقول لك قال انت تقول اطبطي قال ايه شلو بي اكو بعض الناس شايف يقول بتي ما ازوجها جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا كنت في دولة من الدول ما اجي باسمها القي محاضرات فاتكلمت حول تسهيل امور الزواج لما نزلت كذا الشاب اجوا واشتكوا قالوا راحين نخطب يقول شن عندك شهادة جامعية عندك بيت ملك له ما عندك وظيفتك شنو ادري انت تريد اتزوج بيتك للشهادة الجامعية او لرجل مؤمن صالح من جاءكم ترضون خلقه خلق للدنيا ودينه للاخرة يجمع بين الدنيا والاخرة وخوش زوج للبنية خماتري تزوجها للسيارة دخلت على شخص محل في دمشق صاحب الدكان سألته ما تزوج قال لا قلت ليش قال والله راح تاخطب فقل لولي بيت عده قلت اي سيارة عدك اي شغل عدك محل عدنا اي قلولي تقوها الموبايلات جاية هناك تقوها جاية نازل الموبايلات في سوريا قلولي عندك تلفون موبايل قلت لهم لا قالوا ما نزوجك بيتنا قال بابا ما احتاج لها موبايل بيتنا هنا ومحلنا هنا وبالمحل عندنا تلفون وبالبيت عندنا تلفون قال صدقني اي انا مشتري الان موبايل مخلي ما عندي شغل بي بس حتى البنية الثانية اخطب هذا قالوا عندك موبايل اقول اي تلزوج بيتك للموبايل شنو قال لي يزوجه شاب وزين وحباب وزوجه قال اخوه لازم اسأل البنية راح عند البنية قال جاي يجفد واحد شاب عاجي لكن اليوي يا عجيب تراب يشيل يصير ذهب واللي جاي يخقب هو هذا الرجل وش تقولين قالت استعلمه شوف عقله زين اسأله كم سؤال الملك هم سؤال كم سؤال شاب لا شاب جيد لا بأس بي يعني من حيوة الانسان الانسان الان حطاب وما عنده عشيرة ما سلسان فرجع قال ايه خلص 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 مدام انت راضي وجاي يفرض واحد اللي عنده معاجز هالمعجز يسويه هو اللي جاي يخطب ما عنده مانا فعيسى ابن مريم قرأ خطبة العقد بين هذا الشاب وبين بنت الملك صار انسيب الملك الملك ما عنده اولاد لما هذا صار انسيبه الليلة ازوجوا باشر عين ولي العهد عقب باشر الملك مات صار ملك صار ملك الناس تجي زوره اتهني بالملوك تعزيبه عمه ابو زوجته فالمدة فاليوم يومين ثلاثة والناس تجي وقواد ورعسا وملك بالنتيجة ثالث يوم قاعد على شرفة القصور شاف عيسى دا يجي بملابسه اللي دخل عليه هون جاي من الطريق اجي وصعد قاعد يمه قال لي انت اللي تقدر فليتحطاب خلال ثلاثة ايام تسوي زوج بنت الملك ولي العهد ملك ليش انت وضعك الشكل ما عنده شي انت ليش ما عندك شي انت ليش ما تبحث لنفسك عن ملك قال انا هم ابحث عن ملك النفس انا هم ادور بس هذا الملك ينتهي انا ادور عن ملك ما ينتهي دائم ما يتغير قال عجيب اكو فد ملك هالشكل قال ايه احنا في الدنيا عابري سبيل باص قاعد بي راح تنزل من عنده بيهمك الكرسي ضيق الكرسي واسع مكان ما اكو توقوف ما عندك مشكلة لانك موقت انا طبعا اقول باص قال احنا في ممار الى مقار هناك اكو ملك هذا الملك شنو بالنسبة لها ذاك الملك قال لي عليش ورطتني هذا الملك اللي انت تعرف عنه ليش خليتني انا اصير ملك قال بطل تعالوا اياي تعالوا تقدر تروح على ذاك الملك اطلعوا اياي قال اطلعوا اياه قال لي قال اطلق مرتك وتبطل من الحكم تجيوا اياي خلاص هذا هم تبطلوا اجوا اياه عيسى رجع حواريين عيسى اللي كانوا دا يجمعون الكنز شافوا عيسى قالوا يا روح الله اين كنزك قال اما كنزي فهذا هذا الشاب كنز انتوا دورون ذهبوا فضل هذا صار ملك وبطلوا اجيه اريد اقول ما تفكرون المؤمن ما عنده شهوة السلطان عنده لكن شهوة السلطان ما يستخدمها في هذه الدنيا تلك الدار الاخر نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمنتقين ترجمة نانسي قنقر